جيت لكم تاني بقى وجبت لكم معي الموديل الجميل ده الحقيقة موديل جميل جدا جبته لكم معي النهاردة هو موديل رائع جدا بتكلم فيه وبشرح دايما على الموديل ده عشان الاب والام دايما يفهمه موضوع بسيط جدا هو موضوع اسمه الخاصة المعلقة الحقيقة هشرح على الموديل حاجتين دايما بشرح عليه تدمير مجرى البول ودايما بشرح عليه الخاصة المعلقة محتاجين قوي ان احنا نبقى فاهمين ان الخاصة المعلقة يعني اللي مش موجودة في مكانها ومكانها فين طبعا عند اي طفل اي ام هتلاحظ ان الكيس بتاع الطفل موجود فيه خاصة يمين وخاصة شمال غالبا يعني يمين وشمال لكن لو لقينا بقى ان اليمين موجودة والشمال مش موجودة يبدي اسمها خاصة معلقة المهم الخاصة المعلقة دي معناها انها موجودة هنا اه مش نازلة في الكيس لكن ممكن ما تكونش موجودة هنا ممكن تكون موجودة جوه البطن دي المسانة دي عشان تبع عارفين يعني موجودة جوه البطن يعني ايه يعني جوه البطن فعلا اه جوه البطن اه جوه البطن طب نعمل لها ايه ساعتها لأ انت الاول تقولي هو ايه الاشهر اقول لكم اباء وامهات كله ما يقلقش الموضوع ده مشهور جدا 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 موضوع الخاصة المعلقة ده مش عند ابنك بس مشهور جدا عند الاطفال حاجة احنا بنشوفها كتير لما انا اقول لك ان انا المونيتور انا المرائب اللي بشوف في عياتي كل شوية حالة يبقى تقدر تطمين تقدر تثق في كلامي ان الموضوع مشهور لكن لان الطفل بيقبأ اول حاجة عند الاب والام واغلى حاجة عنده فبيقبأ الان جدا وشايف ان المرض هو الوحيد اللي مبتلبي لا لا ده مش مرض يعني العملية اه سهلة 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 جدا يعملها بس جراح اطفال ويكون شاطر في المجال ده خلاص لان هو بيعملها اكشوالي احنا بنعملها كل يوم احنا بنعملها كل اسبوع تاعة اربع مرات مفيش اي مشكلة لكن يبقى معروف اولها واخيرها فين فانها ايه الخاصة الاشهر المعلقة انها تكون في القناة الايرابية اللي ما بين البطن وما بين الكيس سهلة جدا بنفتح على الحتة دي ونعمل اطالة للحبل المنوي ما تسألنيش ازاي ما قدرش اوصفها لك لكن المعلومات اللي تهمك ان الاطالة بتقبق امان جدا ما بيقباش فيها مشاكل الخصة غالبا بالطول معانا كويس جدا وتوصل لغاية تحت ومنثبتها تحت في جيب جوه الكيس عشان ما تطلعش تاني عمرها وبتبقى خصة طبيعية حجمها طبيعي الوقت يعرف يخلف كويس بعدها وبتقبق غير متأثرة بالحرارة وغير متأثرة باي عوامل بتقبقى طبيعية زي اختها بالزبط تخيل بقى النقطة التانية طب لو الخصة جوه البطن ساعتها بنحتاج عملية اسمها منظر البطن طب نعملها امتى يا دكتور نعملها في خلال ست شهور بعد ست شهور من عمره اه يعني ممكن من وهو عنده ست شهور يعملها اه ممكن يستحمل بينجو كولي يستحمل بينجو كولي طبعا طب ليه انطلعها برا البطن ليه من منسيبهاش لان درجة الحرارة تأثر عليها طب هي كده أثرت عليها دكتور لا ما تقلقش قبل ست شهور ما فيش تأثير لكن من اول ست شهور احنا لازم نعمل العملية ندخل من زهار جوه البطن ونبص على الخصية ونطولها وننزلها ساعة على مرحلة ساعة على مرحلتين موضوع بسيط جدا خصية المعلقة موضوع شيط جدا موضوع غير مقلق نهائيا للأب والأم محتاجين بس ان احنا نهتم بيه نلجأ للمتخصصين ناخد بنصحتهم لكن في الحقيقة في الحقيقة هو موضوع مشهور الأب والأم باش عارفين المعلومة دي انه هو مشهور لكن احنا كجرحين أطفال شايفينه في أطفال كتير جدا ما هواش يعني حاجة ندرة لا دي حاجة مشهورة جدا 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 والطفل بيبطى بيه بعد العملية وإلى لقاء آخر ان شاء الله اشتركوا في القناة